مكنة التصور كاتشغال طلعت قلبة العدم فضتها ظهر معاك الرسالة دي تبكبت قلبة العدم تاني مشروة دي تروح الرسالة تابع معانا ازاي تتعامل مع الرسالة دي لما تظهر لك وخصوصا في بعض المكن الالواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيقوا شباب عاملين ايه اتمنى رب تكونوا بخير هنتكلم النهاردة عن رسالة العدم اللي بتحير الجميع لما يجي طلع قلبة العدم وفرغها والماكنة تبقى سليمة وما فيهاش اي مشكلة خالص ومجرد من بركب قلبة العدم تاني الرسالة ما بتروح شيء وهو العلاج ده سهل وبسيط هنعرف الوقت واحدة واحدة اول حاجة انت عندك قلبة العدم لما بتطلعها اول الدرج بيطلع معاك بسهولة تفرغ العدم عادي نغط نظف كويس طبعا بتخبط على العلبة كويس عشان لو فيها حبر بيتجمد بيطلع واحد ما بتخبط عليها كده وتنظفها وتفضل الحبر اللي فيها البلاور او بمنفخر الهواء بتنظفها نسخدين كده من على علىها من قدام كده طبعا بتجي تركب العلبة اهو احنا نظفناها والعلبة كأنها جديدة خالص وبتركب الدرج بتاعها تاني هو بركب من الجنب الشمال الاول او من الجنب اليمين اهم حاجة تتعامل مع المكنة براحة خالص على الاساس ما تقصرش حاجة احنا قفلنا البابة هو والرسالة المفروض الوقت تروح معلقة معايا وتعمل دورة وترجع معايا رسالة تاني زي ما انت شايف كده هرجع هتاني تحيل بس المرة دي بقى هنقول الحل الصح اللي انت هتعمله هتطلع الاربع علام للوان في القوم ودايما وانت شغالش تقل بالراحة خالص وما يكونش جنبك اطفال عشان ما يحدش وقع لك حاجة وتتعامل مع المكنة بسهولة تمام بعد ما بطلع الاربع علام عند الوش عندي فيه مصمرة عالشمال وتفكه ده ماسك المجموعة وفيه مصمرة في النص تحت الغطاء الاسويت دوان وتفكه وده وحاول تشتغل بمفاك بماغنط عشان المسامير ما تقعش منها كنت رجع تلف على المسامير وعندي مصمرة برضو هنا في الجنب بفكه وتفتح الغطاء دوان فيه جاكات هنا هتفصلها ورا الغطاء ده بلاستيكة سامرة بتفكها بتفتحها بايدك كده وتشد الجاك الواصل وبعد كده بتفكه المصمرة اللي تحت دوان فكيت المسامير كلها طلع على علم بتاع العدم تدرج بحاله طبعا انت بنظفه ومنبلوره تماما وما تشفيه اي مشكلة ده ينركنه على جنب وفيه مصمرة تحت هنا بتفكه والمكان دوان المفك فيه ده هو ده المطلوب او ده اللي فيه المشكلة هتطلع على المجموعة ديا وبالبلور تنفخ نفخة في المنطقة ديا عشان فيه حساس في الحتة دي هو ده اللي بيبقى عامل معاك المشكلة وبيبقى معلق معاك وفيه بنزه هنا بتضغط عليه كده وانت بتطلع على المجموعة بتطلع العلبة معاك بحالها هي تمام؟ نظفها زبا انا قلت لك كده وتدورها كويس وتراجع على الحساس ممكن يكون واقع من مكانه وممكن يكون الدراعة بتاعه مكسور ممكن حاجات كتير بعد ما نظفها جيبها تركبها تاني واللي انت عملتها تعمله تاني هتربط المصمرة اليمين دوا بعد كده تربط المصمرة لتحت السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بعد كده تربط المصمرة الجانبي وطبعا ما تنساش المصمرة اللي في النص اللي هو تحت الغطة الاسود دوا الاستيك السودة دي بعد ما تركب المصمرة دو كلها كويس ترجع على الجاك بتاعك السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله يبقى فاضل لك بقى مصمرة اللي هو ماسك الويش اللي ببقى ربط على الجاك بتربطه تمام كده هنجيب بقى الدرج بتاع العدم وتركبه تركبه مكانه تاني بتعملش بعنف بتعمل بالراحة خالص مع المكان لان المكان ده اغلبه ببقى بعد ما تركب الدرج تركبه مكانه تركب احبارك تاني بعد ما تركب الاحبار هنركب ربط على احبار ما مكانهم ولاحز ان كل لون لون لق بيتقفل لازم ترجع على الحاجات ديا لق بيبقى نازل لتاحت اخر لون معناه هو بعد كده نقفل باب المكانة ونشوف هيعمل معناه ايه بعد العملية اللي عملناها تمام ما كان بتعمل دورة ايان هاتي الشاشة هنا كده تمام عملت دورة معاها وشغالها هيت ومدتش رسالة يعني جربنا نصور اي حاجة او ادخل على اي حاجة على الاساس نشوف المشكلة ما فيش حاجة ظهرت معنا هو للان هندخل على الكوبي نجرب اي تصوير فاتح معاك او زي الفول ما تنسى تشترك في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو ولو عايز وصلك كل جديد ما تنساش تفاعل الجرس وشكرا شكرا